الصلاة والعبادة خليني اعتبارهم مع عمود واحد بس الصلاة في الكنيسة الكنيسة المصلية التي تؤمن بقوة الصلاة هالكنيسة اللي هي احتاجينها لأنه غياب الصلاة غياب العلاقة مع الرب والإيمان بالصلاة وعمل الصلاة في حياة الناس بيخلي الناس تقف عجزة قدام الواقع والمنظور الكنيسة الأولى بطرس في السجن يقول ايه في أعمالة نشأ وكانت الكنيسة تصير منها صلاة بالله جاجة الصلاوات دي نتيجتها انفتح السجن سقطت السلاسل خرج بطرس ليخدم ويكمل دعوته فيه كنيسة وقفة بتقوله عايزين مشيئتك نحن لا نغير مشيئة الله بالصلاة نحن نتمم ما في قلبه نأتب مشيئة الأرض بالصلاوات فالكنيسة المصلية تختبر آياته عجائب كنيسة المصلية بتعيش مجد حقيقي وبتغير في حيات الناس وبتعلم الناس يصلوا لأجل ولادهم لأجل بيتهم لأجل بلدهم فيشوفوا تغير في البلد نتيجة الصلاوات اللي بتعلمها الكنيسة والعبادة مهمة جدا تكملة لها العبادة الحية اللي في الكنيسة اللي فيها الناس مشغولة بالمسيح مش رايحين نتعزة رايحين نقدم زبيحة رايحين نقدم زبيحة لي بنحبك بنحبك جاي إنه كرمك جاي إنه باركك جاي إنه مشغولين بيك جاي إنه نقدم عبادة وسجود وحمد لك لأنك مستحق وإحنا بنعبده يعلن حضوره بقوة وتطلع صلاوات ونروح كرسي تحرك ومجد الرب يمنى الكنيسة ناس تتولد وتعرف المسيح وناس تتغير وناس تتبني وهذه الكنيسة هذي الكنيسة محتاجة